اليمين القسم وهي في الشرع توكيد شيء بذكر معظم على وجه مخصوص وصيغة اليمين تكون بذكر اسم الله تعالى مثل والله والرحمن أو بصفة له مثل وعزة الله وجلاله والحكمة من اليمين التأكيد وهو إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء أو ترك شيء وإما لتقوية الطلب من المخاطب أو غيره وحثه على فعل شيء أو منعه عنه ويخره الاكثار من الأيمان قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين أي كثير الحلف بالحق والباطل وقال تعالى واحفظوا أيمانكم ولا يجوز الحلف إلا بالله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت واليمين على أقسام منها اليمين المؤكدة لخبر سابق فإن كانت مطابقة للواقع فهي اليمين الصادقة وإن كان الحالف بها كاذبا لإبطال حق أو إحقاق باطل فهي اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم إلا أن يتوب ويرد الحقوق ومنها اليمين المؤكدة لإنشاء أمر في المستقبل وهي للحث أو المنع ويحمل الحالف بها نفسه أو غيره على فعل شيء أو ترك شيء في المستقبل كأن يقول والله لأذهبن إلى فلان أو والله لا أدخل بيت فلان وهذه اليمين تسمى منعقدة أو معقودة متى تمت شرائطها ومنها اليمين غير المؤكدة وإنما هي من لغو اللسان وهي التي يلفظها بلا قصد لمعناها كقول لا والله وبلا والله وهذه يمين غير منعقدة ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه والكفارة لا تكون إلا في اليمين المنعقدة وهي كما في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فبينت الآية الكريمة أن كفارة اليمين المعقودة واجبة على التخيير ابتداءه والترتيب انتهاءه فالحالف إذا حنث في يمينه وجب عليه إحدى خصال ثلاث على التخيير إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبه فإذا عجز عن الثلاث وجب عليه الصيام ثلاثة أيام والأفضل أن تكون متتابعة ومن استثنى في يمينه فقال أفعل والله إن شاء الله أو لا أفعل والله إن شاء الله فهذا لا تلزمه الكفارة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه ترجمة نانسي قنقر